نعيمة من عمان تسأل تقول هل هناك السجدتي الشكر والسجدتي التوبة وكيف تكون سجدتي الشكر وسجدتي التوبة أختي نعيمة بارك الله فيك أولا ليس هناك شيء اسمه السجدتي الشكر وإنما فيه سجدة الشكر سجدة واحد سجدة واحد هذه اسمها سجدة الشكر وهي مشروعة ولله الحمد وقد دلت الأحاديث والأثار على مشروعيتها وهذه السجدة متى تكون إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يستدل الشكر وليست على الدوام مثل ما يحصل من بعض الناس وفقهم الله وهدانا وإياهم نشوفهم يسجدون دائما مثلا بعد الصلوات فجأة وإلا سجد سجدة واحد لماذا قال سجد شكر طيب إيش اللي جاك قال لا على نعمة الإسلام ونعمة الصلاة وكذا هذا غلط لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سجدها بمثل هذه الطريق والصحابة ما فعلوها ولو كان خيرا لسابقون إليه لذلك السجدة شكر يأتيك خبر مثلا انتصار مثلا المسلمين جاءك ولد جاء ابنتك ولد مثلا نجاح أولادك حادث حصل والفعل بعيد إن شاء الله عنكم جميعا ونجى الله القريب هذا لكم مثلا عملية جراحية أجريت لقريب والحمد لله نجا منها تسجد إلي الله شكر أما ما يفعله بعض الناس دائما يسجد بعد كل صهد غلطه هذا يعد من البدع لأنه وظفها في شيء لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام إنه يسجد دائما وهذه منتشرة في بعض المساجد هذه إيش يا أختي نعيمة سجدة الشكر واضح طيب هل هناك سجدتي التوبة لا ما في سجدتي التوبة في ركعتين يصليهما التائب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يذنب ذنبا يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له فإنسان وقع في خطيئة وقع في ذنب وقع في معصية ثم أراد التوبة يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يصلي صلاة فيها خشوع ويبكي مثلا ويندم على الذنب ويكون قلبه حاضر غفر الله عز وجل هذه سجدة ركعتين التوبة ما في شيء اسمه سجدتي التوبة إنما ركعتين يصليهما بعده بعد الذنب بارك الله فيك